إذا لم يشعر اللبنانيون بخطر النزوح السوري اليوم فمتى يشعرون؟ وإذا لم يتحدوا لمواجهة ما يحاك ضدهم من الخارج فمتى يتحدون؟ سؤالان بديهيان مطرحان اليوم على الساحة اللبنانية ولسيما بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرسي لبيروت وما نتج عنهما من أعلان عن مساعدة للبنان بمليار يورو على مدى أربع سنوات وهو ما قرأت فيه غالبية اللبنانيين رشوة مقنعة تمهد للتوطين أو على الأقل تأجيلا للبحث الجدي في عودة النازحين حتى عام 2027 فهل سيتعامل اللبنانيون مع المستجدات الخطيرة تماما كما تعاملوا مع أزمة النزوح منذ نشأتها في العام 2011؟ وهل سينصرفون هذه المرة إلى التخطيط والتنفيذ لبلوغ الحل المنشود؟ أم سيملؤون الوقت المتبقي قبل الكارثة تماما كما فعلوا على مدى 13 عاما بمزيد من المناكفات والمزايدات؟ الأيام المقبلة كفيلة بالجواب وكل القوى والشخصيات السياسية من دون أي استثناء ستكون تحت الاختبار أمام كل الرأي العام اليوم بادر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى شرح مجرى وتحديد سلسلة خطوات للمرحلة المقبلة استكمالا لمسار طويل بدأ عام 2011 باسيل اختصر الموقف بعبارة واحدة على الحكومة والمسؤولين أن يضربوا على الطاولة وسوف ترون كيف تنصع أوروبا لنا في ملف النزوح محددا خمسة عنوين لما هو مطلوب في المرحلة المقبلة أولا على البلديات أن تطبق التوجيهات التي أعطاها إياها وزير الداخلية ثانيا على الحكومة أن تطبق خطة العودة المقرة من الحكومة السابقة ومنها ثالثا على مجلس النواب إصدار قانون يلزم الحكومة اللبنانية بترحيل كل شخص موجود على الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية رابعا على الحكومة السورية أن توفر أماكن لاستقبال النازحين وعلى الاتحاد الأوروبي ومفوضية اللاجئين تمويل عودة النازحين لاقتصاديين وفك الحصار عن سوريا لإعادة أعمارها واستقبال شعبها أما التيار الوطني الحر فعليه أن يخوض المواجهة بكل الوسائل المشروعة من دون التطلع إلى الوراء حول من خان ومن تخاذل أو تواطأ وشجع النزوح وحراد عليه بل انتلاقا من دعوة صادقة للجميع ولو تأخروا للمشاركة والاتحاد لكسر هذه المؤامرة ختم باسيل وفي تطور يبدو أنه يحمل إيجابيات على مستوى وقف الحرب على غزة أكد مصدر مسؤول في حركة حماس عبر الو تي في أن مفاوضات القاهرة تتجه إلى إيجابيات وأن الساعات القادمة حاسمة متحدثا عن تطور جوهري قد طرأ